المخاطر المترتبة على فيروس كورونا لا تقتصر على الجانب الصحي وحسب فالذين سلموا من المرض أصابتهم عدوى من نوع آخر أثرت على صحة من نفسية وعلاقاتهم الاجتماعية أبحاث ودراسات لخصتها صحيفة الاندبندنت البريطانية مفادها أن الذين تعرضوا للحجر الصحي ازدادت صحتهم النفسية سوءا الأمر الذي يستدعي الاهتمام أكثر بالقوى العاملة في مجال الرعاية النفسية نتائج الدراسة أفادت بأن ثمانين في المئة من المراهقين والشباب يعتقدون أن الوباء جعل صحتهم العقلية أسوأ كما أشارت التوقعات إلى أن ما لا يقل عن نصف مليون شخص يعانون من اعتلال صحتهم النفسية حتى الذين كانوا اجتماعيين بطبيعتهم أصيبوا بالحزن والوحدة بسبب بقائهم في المنزل بلا عمل وبالتالي ازدادت الحاجة لتدريب المزيد من الإخصائيين الاجتماعيين للتعامل مع الأزمة النفسية القادمة حيث إن واحدا من كل عشرة أشخاص في سن العمل في المملكة المتحدة قد يفكر في بدء مهنة الصحة العقلية الإغلاق الذي فرض في بلدان عدة عبر العالم لاحتواء تفشي فيروس كورونا لم يكن أمرا سهلا ولا موضوعا يستهان به إذ إنه أدى إلى انتشار تداعيات النفسية لم تكن في الحسبان وربما تستمر النتائج حتى بعد انتهاء الوباء ترجمة نانسي قنقر